بانكيك وجبة سهلة وخفيفة للأفطار الصباحي بدون وقت والاجهد نوع من تغيير وفي نفس الوقت بأهل الإمكانيات رايحة قدم اليوم وصفة بانكيك بسلاسة نكهات سهلة وحلوة نكهة بحلو ونكهة مالح بحيث نكهة مالح تنفع لمرض السكر قبل كل شي خلينا نوضح السكرات الأساسية أو ناخذ نبيت عنه طبعا هو أصلا أوروبي فرنسي وبولندي مش أمريكي دي ما هو معروف البنل كيك هو خليتي شبو خليط الكيك في المكونات والقوام عريب في الشبوء للكيك الاختلاصي نسبة للمأدير والطهي بيكون على النار لأنه أراس مش سميكة فهي مش بحاجة لفرن وكمان يعتبر من الأطعمة السريعة علشان هكي بنستخدم النار بيتقدم مع الزبدة سواء زبدة السستو أو غيرها ومع العسل وكمان مع الفواكه وكمان مع النوع من الجبنة البيضة والشوكولاتة خلينا نبدأ المأدير بسم الله والصلاة على رسول الله بصي الحليد بوب وربع على نار لمدة خمسة دقائق نعصر عليه معلقة كبيرة ليمون ونتركه لمدة ربع ساعة على اللي تخمر في صحن تاني ناخذ بيضة ونضيف عليها السكر ورشة من نح معلقة صغيرة سنيلية ونضرب البيضة والسكر كويسة نضيف الحليد نحرك المكونات نجفة في طبق تاني بوبو سنس 4 كوب دقيق وبيكن بودر تقريبا معلقة كبيرة نحركهم مع بعض نزوب 20 جرام من زبدة ونضيف على الخليط نداخل المكونات مع بعض نحمي المقلات ننسحب أطرازات ونبدأ سيه الألة النار تكون هادية وأول ما يبدل البنكيك دي تطعف وقع نقلب على الوجه التاني ونستمر الما نخلص الكمية واحدة وراء التانية طبعا هذا السكرة الأساسية البنكيك ملاحظة الفعيق يدك اللي ما بجي تحط البنكيك وبعدنا نزليها بهدوء لهذا الحركة الضمني يطلع الشكل ذي ما بتشوفي تزيين بزبال السستق واحدة على التانية والتزيين بسستق والتوت أو أفاكها عندك ومربي فرولة أو حبوب السستق بالطريقة التانية بنكيك بنكيك التفاح نبس الحليب ونضيف عليه معلقة كبيرة ليمونة نخليها على جنب نأخذ بيضة ونضيف عليها سكر وأرسل ملحف ونضيف عليها بشرة ليمونة وفانيليا سائلة ريع معلقة صغيرة أرفة نضيف الحليد وبالنسبة لمكونات الجفة نحركهم حتى ما تداخل المكونات نأخذ التفاحة ونصنقشرهم ونقطعهم مربعات صغيرة ونضيفهم للخليد ونحرك ونبدأ بنقلي طبعاً المكونات الجفة مثل معيار الطريقة لأبل بالنسبة للصوص 20 جرام زبدة على النار نضيف عليه نصف التفاحة الباقية مربعات مقطعه ونضيف عليه ريع معلقة صغيرة أرفة وفانيليا سائلة ونحركهم كلهم مع بعض طبعاً وحدة على وحدة بالنسبة للتزيين تزيين شوكولاتة الحليب مع الصوص خالينا نأخذ الطريقة الثالثة لنكهة أو بطعم الموز نهر اسموزة ونضيف عليها 80 جرام ماء و 80 جرام حليب وفانيليا رشي ملحف يتنام المكونات الجفة بوب دقيق مع 8 جرام بيكان بودر نحركهم هنا نضيفهم على المكونات السائلة وأخيراً نضيف 70 جرام من 11 شوكولاتة ونحرك حتى تداخل المكونات مع بعض ونبدأ سيل ألي هذا بنكهة الموز وتزيين بشوكولاتة بالهناء والشفاء الطريقة الأخيرة بنكهة الجبنة تقدير 130 جرام جبنة نهرسة ونضيف عليها البيضة وفانيليا وشة المنح والحليد كيف المقدير في صندوق الوصف نحركهم ونضيف عليهم الدقيق وبيكان بودر ليس الزبديس وأخيراً نحط الزبيض طبعاً الممكن استغناءاً عنه لكن بنعمل توازن بين الجبنة والزبيب بين الحلو والمالك نحصر عليه معلقة كبيرة ليمون ونحرك الخليط ونبدأ سيل ألي والتزيين بجنبة كريمية والعسل الطبيعي وفاكهة شكراً للمشاهدة أتمنى أن أكون قدمة سكرة واضحة وصورة كاملة عن البانكيك شكراً مرة تانية